حياءً للذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض المجيد نظمت اللجنة الشعبية المناهضة للعدوان على سوريا والمقاومة مهرجاناً فنياً بمشاركة أطفال فرقة زهرات فلسطين نحتفل اليوم ونحيي الذكرى الثلاثة والارض الخالد والذكرى الأولى لمسيرة العودة وبهذه المناسبة نوجه رسالة لأرضنا لشعبنا داخل الوطن المحتل في فلسطين كل فلسطين بشكل عام ولأهلنا في الجولان العربي السوري بشكل خاص ونؤكد لهم أن ما اتخذه الرئيس الأمريكي السمسار اليميني العنصري من قرارات وتغريدات على تويتر لا يلزم شعبنا ولا جماهير أمتنا لا من قريباً ولا من بعيد المهرجان الذي استضافه المركز الثقافي في منطقة الحسينية ومخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين تخلى له عروض فنية لأطفال فرقة أزهار فلسطين ومشاركات شعريات تؤكد مناهضة الفلسطينيين والسوريين للقرارات التي تعتدي على سيادة الجولان السوري والقدس من مخيم الشهداء في الحسينية نقول أننا نقف فيه وخندق مع الجيش العربي السوري ومحور المقاومة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وتحرير الجولان وفلسطين الحبيبة تأتي هذه الفعالية من أجل الاستذكار العظيم لتعزيز ما كنا عليه وما نحن اليوم نعيشه في ظل تآمر دولي وفي ظل سلب أرض واعتراف بكيان ليس له شرعية لا قانونية ولا في الأديان والكتب السماوية المشاركون أضمن الحفل وجهوا رسالة للشعب المحاصر إن كان في الجولان السوري أو فلسطين المحتلة أن قرارات ترامب لم تحرمهم حقهم في أرضهم وستبقى القدس فلسطينية عربية حمد طوالب الغد ريف دمشق